السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المتصلة بحساب الجيميل الخاص بك فلا تنسون دعمنا باللاعك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوون وتفتحون المتصفح عندكم بعد كذا تكتبون في المتصفح تسجيل الدخول إلى حساب جوجل فراح يظهر لكم هذا الخيار الأول تضغطون عليه تسجيل الدخول فهنا يا شباب تسجلون دخول إلى حسابكم في الجيميل فأنا الآن مسجل دخول سابقا فعشان كذا عرطوا الفتح معي فبعد كذا يا شباب من هنا تروحون على خيار الأمان تضغطون عليه رح تفتح معاكم هذه الصفحة تنزلون شوي تحت رح تحصرون عندكم خيار الأجهزة تضغطون على إدارة جميع الأجهزة فهنا لو تلاحظون يا شباب ظهر معنا خيارين الخيار الأول هو تسجيل الدخول على الكمبيوتر أو أجهزة الويندوز الخيار الثاني يا شباب معنا اللي هو الخاص بالهواتف فهنا الآن يا شباب عندي ثلاثة أجهزة في الويندوز تم تسجيل الدخول فيها إلى حساب الجيميل الخاص بي وأيضا عندي ثلاثة هواتف تم تسجيل الدخول فيها إلى حساب الجيميل فإذا حابين تسجلون خروج من أي جهاز فقط تضغطون على الجهاز اللي تبعون نفترض مثلا جهاز الويندوز هذا بعد كذا رح يظهر عندكم خيار تسجيل الخروج تضغطون على هذا الطريقة وبعد كذا تسجيل الخروج وبعد كذا تضغطون حسنا فكذا الآن يشباب لو تلاحظون تم تسجيل الخروج من هذا الجهاز نفترض مثلا الهاتف هنا بنفس الطريقة تقدرون تختارون مثلا هذا الهاتف فمن هنا يشباب تضغطون على خيار تسجيل الخروج وبعد كذا تسجيل الخروج فبهذه الطريقة يشباب تقدرون تسجيل الخروج من أي جهاز آخر وتخلون بس الأجهزة اللي تبغانها فهذه كان الطريقة يشباب بكل اختصار إذا حابين تعرفونه أكثر على الويندوز أو الجيميل اشتركوا معانا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة